اشتركوا في القناة امريكي لليمن يكشف للعربية اجندة الجولة والتطلعات لنتائجها متحور جديد من كورونا يثير القلق الكويت تعلن تسجيل اول اصابة وحجم الخطورة لا يزال مبهما الحرارة حديث العالم تحذير اممي من استمرار الموجات وتوقعات بدرجات اعلى العمل مقبل جولة خاصة للعربية في احد اكبر مناجم الذهب بمنطقة الدرع العربي غرب السعودية حياكم الله اعلن حاكم منطقة اوديسا الاوكرانية عن تضرر مخازن للحبوب في ميناء اسماعيل واريني على نهر الدنوب وذلك اثر هجمات روسية بطائرات مسيرة خلال الليل وقال المسؤول الاوكراني ان روسيا استهدفت البنية التحتية للميناء الذي يقع بالقرب من الحدود مع رومانيا التطور يأتي بعد ان اعلنت اوكرانيا مغادرة سفينة حويات من ميناء اوديسا الاوكراني المطل على البحر الاسود لتكون الاولى التي تستخدم الممر الانساني البحري الذي اعلنت اوكرانيا عنه للسماح بابحار سفن الشحن العالقة وقال مسؤول اوكراني ان السفينة تظلت في اوديسا منذ بدء الحرب في فبراير عام 2022 وتحمل 110 الاف طن ومعنا من دونتسك مراسل العربية رائد الاغبر رائد مرحبا بك معي في نشرة الرابعة من الرياض ابدأ معك بالحديث طبعا عن الضربات الروسية التي طالت من اسماعيل وريني على نهر الدنوم الذي توفر حولها من تفاصيل ومعلومات حتى اللحظة نايف بالفعل يعني الازمة الاوكرانية المعارك هنا في اطراف اوكرانيا الجنوبية او الشرقية تشهد انعطافة حقيقية وحدة جدا حيث انتقال المعارك من المعارك التقليدية بالاسلحة الثقيلة مثل راجمات الصواريخ وكذلك القذائف التي تضرب من مدافع هاوزر وما شابه ذلك الى الاسلحة الاستراتيجية ان كان من الجانب الروسي او من الجانب الاوكراني حيث باتت اوكرانيا تستهدف بالصواريخ بعيدة المدى التي وصلتها من فرنسا وبريطانيا وكذلك من الولايات المتحدة تقصف مناطق بعيدة في العمق الروسي الحديث عن مقاطعات بيليغراد كورسك وراستوف وفارونيج عدة مقاطعات باتت تقصف بشكل يومي من قبل اوكرانيا وحتى شبه جزيرة القرم الجسر اوكرانيا اعلنت بان هذا القصف هو ليس الاول ولن يكون الاخير روسيا من جهتها اكدت بان العمليات العسكرية والقصف المستمر هو كرد اولي على قصف اوكرانيا للعمق الروسي طبعا ايضا روسيا باتت تقصف بصواريخ كليبر وتصل عملياتها العسكرية يعني عمليا هو رد على الهجوم الاوكراني المضاد وكذلك مع رومانيا طيب طيب يعني كذلك ايضا ماذا عن مغادرة سفينة الحاويات ايضا كذلك من البحر الاسود هذه السفينة هذه السفينة التي تحمل على متنها مئة وعشرة الاف طن من الحبوب غادرت من ميناء البحر الاسود ان كان من معلومات ايضا كذلك حولها نايف الرواية الروسية تختلف عن الرواية الاوكرانية روسيا تؤكد بانها تقصف فقط تجمعات القوات الاوكرانية ان كانت في الموانئ او المرافق وانها تقصف خزانات الوقود في ميناء اسماعيل وايضا تقصف مستودعات للذخيرة تستخدم لضرب العمق الروسي وتستخدم لدعم القوات الاوكرانية التي تقاتل في المحاور الشرقية والجنوبية ايضا روسيا تقول بانها لن تتوقف عن قصف ورصد كل جسم يتحرك في البحر الاسود في اليومين الماضيين تم ايقاف احدى السفن المتجهة من تركيا الى اوكرانيا وكانت هناك عملية انزال على هذه السفينة وتم تفتيشة وعندما لا يعني لم تكن تحمل اسلحة او ذخائر اكمل الطريقة السفينة الى اوكرانيا لا بد من الاشارة وبسرعة نايف الى المعارك هنا على الارض تشهد تطور كبير هناك هناك تقدم للقوات الاوكرانية في محور خاركف وسيطر على مزيد من الاراضي وسط اجلاء للمدنيين من قبل الجانب الاوكراني ونقلهم الى المدن الاقرب والاكثر اوكرانيا تنفذ عملياتها الهجومية المضادة اشكرك جزيل شكر على كل هذه المعلومات تفاصيل من دونتسك مراسل عربية رائد الاغبر شكرا جزيلا لك هذا واعلن جهاز الامن الاوكراني ان استهدافه لجسر شبه جزيرة القرم قبل شهر هو مجرد البداية مشيرا الى ان اوكرانيا تخطيط لهجمات اخرى عبر تطوير المزيد من المسيارات البحرية وحصلت شبكة سي ان ان الامريكية على صور اظهرت استهداف الجسري قبل شهر موسيقى 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 اكد المبعوث الامريكي الى اليمن ان تيموثي ليندر كينغ في لقاء خاص موسيقى موسيقى لوقف النهائي موسيقى موسيقى برأيك مساء الخير عزيزي نعيف مقابلة رائعة جدا صراحة ومهمة وكعادة العربية يعني دائما تتحكنا اعتقد ان كل الاطراف الدولية تعول على دول المنطقة خصوصا الوساطة السعودية بمشاركة عمانية التي دفعت بملف الازمة هذه الى الامام من الناحية السياسية وما قبلها ايضا عندما نلاحظ ان هناك وقف لاطلاق النار تم في عام 2022 بالتوازي مع مشاورات الرياض صحيح انه لم يستمر بشكل معلن لان الحوثيين رفضوا الخطة الاممية لوقف اطلاق النار ولكن هناك نوع من التزام من الحكومة اليمنية بوقف اطلاق النار وهناك نوع من التزام الحوثيين بخفض التسعيد وليس وقف اطلاق النار لماذا خفض التسعيد لانهم هاجموا موانئ النفط اليمنية التي تدفع عن طريق الحكومة الرواتب وهذا هو المأخذ الكبير على الحكومة بانهم لم يرتزم حتى هو ذكر بان الوقت وقت الحوار الواقع يقول بان هناك تحشيد امريكي في البحر الاحمر اكثر من 3000 جندي موجودين في البحر الاحمر سفينة ايضا كذلك برمائية سفينة انزال وبالتالي وهناك طبعا تهديد حوثي بالسداف البحرية الامريكية في البحر الاحمر هل نتوقع تصعيد خلال الايام القادمة برأيك اعتقد هناك قراءات عديدة لهذا التحرك الامريكي ولا ننسى ايضا مثل ما هناك زيادة للعتاد العسكري سواء بالمعداد والقطع البحرية او بالجنود هناك بالمقابل تفاجعنا بصفقة امريكية ايرانية لأطراق رهائن مقابل اطلاق اموال فلا يمكننا التنبؤ هناك من يعتقد هذه التعزيزات لرجع الاعتداءات الايرانية على السفن في مضيق باب مضيق هرمز ومضيق باب المندب في بحار المنطقة هناك من يقول ايضا ربما لا تضمن واشنطن حكومة نيتنياهو التي قد تهاجم ايران في اي لحظة فتريد ان يكون لديها الحد الادنى من الاستعدادات هذه كلها قراءات وبالتأكيد يجب ان نتساءل عنها ايضا في ذات اللقاء المبعوث الامريكي لدى اليمن تيموثي لندر كينغ ندد في لقائه الخاص مع العربية ندد بممارسات الحوثيين اتجاه اعتقال المدنيين معتبرا ذلك مخالفا للأعراف الدولية نستمع اعتقد ان عملية اخلاء صافر كانت انجازا عظيما وهذا الامر لا يمكن ان يتحقق دون اتفاق اطراف الصراع واشكر الحكومة اليمنية للدعم الذي حضينا به وهذا سوف يزيل الكارثة البيئية ولكن العملية تمت بصورة ناجحة ولا بد من وجود اتفاق لتحديد مصير النفط المنقول من الناقلة صافر بالاضافة الى ان نفط الناقلة صافر يجب ان يعود للشعب اليمني عبر صيغة تفاوضية واضحة سيد بدر هل كان تيموثي لندر كينغ مقنعا في اجاباته بخصوص ناقلة النفط صافر ومصير ناقلة النفط الجديدة التي نقل اليها النفط الذي كان موجودا في ناقلة صافر اعتقد خاض تيموثي لندر كينغ وجميع سفراء الدول الصديقة للسلام في اليمن العديد من الجولات ثواء الاعلامية أو السياسية والدفع بكل الجهود لكي يتم تحييط خطر صافر كان الاتفاق في السابق أو كان الخلاف بالأساس على لمن يذهب النفط فاتفقوا في البداية على تحييط هذه المسألة لما بعد نقل النفط واعتقد الآن بدأت مرحلة أخرى يعتقد فيها المجتمع الدولي أن هذا النفط يجب أن يعود الشعب اليمني ولكن لا بد أن نتعلم من الدروس في هذه الأزمة نحن نتذكر أن هناك قرار أممي باتفاق الحديدة أو اتفاق ستوكل كان يجبر الحوثيين على دفع الموارد التي يتم التحصل عليها في الحديدة إلى رواتب موظفي القطاء العام لم يلتزم الحوثيون بهذه المسألة فأنا أتمنى أن لا يكون هناك أي اتفاق على هذا المنوال وبالتالي ستذهب هذه الأموال من وسط البحر إلى المجهود الحربي الحوثي وإذا كانت تذهب الحوثيين ويدفعون بها الرواتب أو تذهب إلى المواطنين فلا بأس ولكن المشكلة أن الجماعة الحوثية لا تستطيع حتى أن تهادن ولا حتى أن تلاعب سياسيا أو حتى أن تعطي معونات شكلية لسواء الموظفين للقطاع الحكومي أو حتى عموم اليمنيين من خارج الجماعة ومن يسيطرون على القرار في مناطق سيطرتها دعني أعود مرة أخرى لنستمع لتنديد المبعوث الأمريكي تيموثي ليندر كينغ باعتقال المدنيين مبارسات أيضا كذلك الحوثيين ومخالفتها للأعراف الدولية ثم أعود للسؤال فيها هؤلاء المساجين هم مواطنون يمنيون وما من عذر لتلك المعاملة السيئة من قبل مجموعة يمنية إزاء أقرانهم من اليمنيين ونطالب بإطلاق سراحهم بصورة غير مشروطة ولا مبررات جاه استمرار الحوثيين في اعتقال مواطنين يمنيين سيد بدر كيف ستضغط واشنطن على الحوثيين لمحاولة ضبط هذه الممارسات المخالفة للأعراف الدولية أو أيضا حتى لإجبارهم على الانخراط في عملية سلام شاملة في اليمن مبدئيا واشنطن من فترة طويلة والمبعوث الأممي الأمريكي نفسه كان يندد دائما بمسألة اقتطاف الموظفين ولكنهم موظفون محليون ولا أعتقد أن واشنطن تبدل الجهد كما لو كانوا مثلا مواطنين أمريكيين فقط لنكون واضحين وقالها في المقابلة بالضبط الأمر الآخر مسألة الضغط على الحوثيين لطالما قلنا أن على الخارجية الأمريكية أن تفتح الأدراج وتخرج الأوراق لأن لديها من المعلومات ومن الوسائل الناعمة التي تستطيع أن تضغط بها على الحوثيين إلى أبعد درجة ممكنة سواء مصالح قيادات سواء تفكيك شبكات لجرائم مالية وغيرها على واشنطن أن تضاعف الجهود باعتقادي لهذه المسألة لأنها السبيل الوحيد الذي سوف يدبر الحوثيين على النخراط بالسلاق لأن الحوثيين حتى اليوم يعتقدون أنه ما زالت هناك فرصة للتقدم العسكري لهذا السبب نرى التهديد لهذا السبب نرى اللغة التصعيدية مع العلم أن الحوثيين أبرز المستفيدين من وقف إطلاق النار إذا تذكرنا استراتيجية الدفاع في عام 2021 في شهر نوفمبر كانت قاسمة وحاسمة في هذه المسألة وهي التي باعتقادي جعلت الحوثيين يذهبون إلى مسألة وقف إطلاق النار قبل مشاورات الرياضة أشكرك جزيلا الشكر من لندن محرر الملف اليمني بصحيفة الشرق الأوسط بدر القحطاني نشغلتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل أيضا مجلس الوزراء السعودي وافق على إنشاء أول هيئة لتنظيم قطاع التأمين في البلاد لدينا أيضا للمرة الأولى إجراء تحقيق شامل في قطاع السيارات بالسعودية ورصد لمخالفات نظام المنافسة حياكم الله من جديد أعلنت وزارة الصحة الكويتية أنها رصدت متحور EG5 الذي يعد من أحد المتحورات الفرعية لمتحور أوميكرون من فيروس كورونا لتكون بذلك الكويت أول دولة خليجية تعلن تسجيل إصابة بهذا المتحور كما اعتبرت الصحة الكويتية أن ظهور متحورات جديدة يعد أمرا متوقعا مشيرة إلى أنه لا يوجد دليل على أن متحور EG5 الجديد أكثر خطورة من المتحورات الأخرى أفقا لمنظمة الصحة العالمية لا تشير الأدلة المتاحة إلى أن متحور EG5 يشكل مخاطر إضافية على الصحة العامة مقارنة بالمتحورات الأخرى تعليقا على هذا الموضوع معنا من جدا رئيس قسم الباتولوجيا المناعية في مستشفى الملك فيصل التخصصي الدكتور أشرف الدادة دكتور أشرف مرحبا بك معي في نشطة الرابعة من الرياض أهم سؤال عند الناس اليوم هل نحن أمام متحور خطير سريع في الانتشار كما كانت المتحورات السابقة من فيروس كورونا ونعود إلى نقطة قديمة نسيناها يا دكتور نعم مسأل غير السادة نايف وسادة المشاهدين طبعا سؤال مهم وجميعا فعلا يطرعه ولكن أريد أن نطمن الجمهور أن هذا المتحور ليس خطير وذلك بإجماع جميع الخبراء والعلماء وإنما ما حدث وما سبب هذا الاهتمام أنه فعلا تحور الفيروس وخصوصا المتحور أميكرون إلى هذه السلالة الجديدة الـ EG5 والتي أخذت بسبب تحور في حمض أميني في البروتين التاجي أخذت قصة أنها تدخل في الخلية التنفسية بسرعة كبيرة وأيضا يوجد فيها تحور حمض أميني آخر أخذت القصة أنها تهرب من المناعة والأجساء المضادة وبسبب هذه القصتان انتشر بسرعة وهل هذا مبرر يا دكتور لأن عدد حالات الإصابة بكورونا ارتفعت مثلا بنسبة 80% خلال الفترة من العاشر من يوليو حتى السادس من غصتص كما قالت منظمة الصحة العالمية نعم كما ذكرت أخذ خصية أنه يدخل بالخلية بسرعة وينتشر بسرعة ولكن هذا البيروس أو المتحور مثله مثل المتحورات أوميكرون السابقة لا يسبب خطورة كبيرة على حياة البشر مثل على سبيل مثال التحورات الأولى التي كنا نعرفها متحور ألفا أو بيتا أو دلتا التي كانت أشد خطورة من هذا المتحور وإحصائيات منظمة الصحة العالمية خلال الأربع سبيع الماضية تقريبا سجلهم مليون وخمسمائة حالة وعد الوفيات كان فقط أكثر من 3000 حالة مما يعني أن حصيلة الوفيات تقريبا 0.3% وهذا لا يتعدى بكثير على سبيل الانفولوانزا هذه الحقيقة يجب أن يبعرفها الجمهور بس هل هذه يا دكتور مثل حالات التي توفيت جراء هذا المتحول الجديد يعني هل هي حالات مثلا ما تلقت اللقاح أو حالات منعتها ضعيفة وش التفسير فيها باختصار نعم هذا السؤال أيضا مهم حتى فيروسات الانفولوانزا تكون خطيرة على فعل هؤلاء الأشخاص الأشخاص كبار السن الذين عندهم مناعة ضعيفة والذين يعانون من أمراض مزمنة أمراض تنفسية مزمنة أمراض السكر وأمراض السرطنات على سبيل المثال هؤلاء معظم هؤلاء الذين يصابون إصابة شديدة أو تؤدي إلى وفاء من هذه الشريحة أما الشخص الصحي الذي منعته قوية فلا يؤثر عليه هذا المتحور الجديد يعني مثله مثل نزلات البرد الأخرى طيب دكتور يعني أكثر من 17% من الإصابات بكوفيد التي رصدت في العالم منتصف يوليو هي تعود إلى المتحور EG5 ونحن نتكلم على 17% هل هي نسبة مقلقة يا دكتور نعم هي النسبة هذه الزيادة يعني تزيد الحالات بشكل كبير المتحور تقريبا منذ شهر فبراير أي قبل حوالي 6 شهور في الصين انتشر هناك وبعدها في أمريكا أمريكا الآن هذه النسبة 17% الآن في بريطانيا أيضا يوجد زيادة كبيرة في هذا المور ونتوقع أستاذ نايف زيادة في الآن البدأ الخريف سوف تزيد هذه الحياة وهذا السؤال المهم الذي هنا يجي دكتور الخريف والشتاب هل نحن بحاجة إلى جرعة تنشيطية معززة جديدة من لقاحات كورونا هو كما ذكرت هذا المتحور يعني ولله الحمد ليس ذات الخطورة ولكنه ينتشر بشوعة ويعمل أعراض على سبيل المثال احتقان في الحلق وسيلان الأنف ويعمل أعراض ولكن في بعض الحالات يؤدي إلى المرض الشديد وربما حتى في حالات نادرة الوفاء وهذه الحالات يجب وننصح بشدة أن يأخذوا اللقاح ويعززوا أيضا جرعات اللقاحية كبار السن على سبيل المثال فوق الستين عاما أو أكثر وكذلك ذو الأمراض المزنة وخصوص الأمراض التنفسية هذه الفئات يا دكتور هل تصحة مثلا تعود لارتداء الكمامات الآن تعود إلى التعقيم أيضا حتى كذلك الأيدي أو الأسطح اللي حولهم كذلك تحاول مثلا تجنب السلام على الناس ولو لفترة بسيطة ولا الأمر ما يستدعي نعم هو ما ننصح به دائما نحن كطباء يعني الاحترازات الاجرائية العادية على سبيل المثال غسل اليدين الاهتمام بالصحة والنظافة الشخصية هذه أشياء مهمة ولكن ننصح أيضا لكبار السن على سبيل المثال أو اللي عندهم أمراض مزمنة أن يتفادوا تماما أشخاص الذين عندهم أعراض الرشع على سبيل المثال وإن اضطروا إلى الاختلاط على سبيل المثال في الأماكن العامة أو الأماكن المقتضة فيجب عليهم في هذه الحالة هناك شريحة من المجتمع لبس الكمامة أشكرك جزيل الشكر من جد رئيس قسم الباثولوجيا المناعية في مستشفى الملك فيصل التخصصية الدكتور أشرف الدهدان وافق مجلس الوزراء السعودي على إنشاء كيان مستقل لتنظيم قطاع التأمين في المملكة والإشراف والرقبة عليه باسم هيئة التأمين وتهدف الهيئة الجديدة لتنظيم قطاع التأمين وحماية حقوق مقدمي خدمات التأمين والمستفيدين بالإضافة إلى المساهمة في الاستقرار المالي للقطاع وتعزيزه وتنميته للمرة الأولى هيئة تأمين في السعودية وتهدف إلى تنظيم قطاع التأمين والإشراف عليه حماية حقوق مقدمي الخدمة والمستفيدين منها توفير الاستقرار لقطاع التأمين رفع نسب التوطين في القطاع جذب الاستثمارات لقطاع التأمين تطوير كفاءة القطاع المالية تمكين الكيانات المحلية من التعاون مع هيئات تنظيم القطاع العالمية أجرت الهيئة العامة للمنافسة في السعودية تحقيقات شاملة في مجال السيارات حيث شملت مبيعات التجزئة وقطاع الغيار وخدمات ما بعد البيع بالتعاون عدد من الخبراء في هذا المجال حيث رصدت الهيئة بناء على تحقيقاتها عددا من المخالفات لنظام المنافسة في قطاع السيارات وستتخذ الإجراءات النظامية لتحريك الدعاوى الجزائية حيال المخالفات المرصودة رابعة مستمرة وفيها بعد قليل جولة خاصة للعربية في أحد أكبر مناجم الذهب بمنطقة الدرع العربي غرب السعودية حياكم الله شهدت مناطق منها الرياض والمنطقة الشرقية تسجيل ارتفاعات غير مسبوقة في درجات الحرارة لامست الخمسين درجة مئوية خلال الأيام الماضية لكن موجة الحر هذه ليست حكرا على دول الوطن العربي بل شملت العالم ككل إذ سجل شهر يوليو الماضي أعلى درجات حرارة مرصودة حول العالم منذ بدء التسجيل المناخي وفقا لتقارير المنظمة العالمية للأرصاد الجوية تابعة للأمم المتحدة من العنازة ينضم إلينا نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ الدكتور عبدالله المنساني مرحبا بك معي دكتور في نشرة الرابعة من الرياض ودعنا نبدأ مما نشرته دكتور على حسابك طبعا في تويتر قلت يعني فيه أن خبراء اعتبروا أنه على الرغم مما سجله هذا العام من أرقام قياسية إلا أن المخاوف تبدو أكبر حول ما يخفيه العام المقبل أنت كنت تقصد هنا صيف 2024 والذي سيكون أشد حرا من صيف 2023 بشكل عام لاجتماع ظاهرتين الاحتباس الحرارة والاحترار العالمي مع النينو اشرح لها النقطة يا دكتور إذا سمحت 2024 سعد الله ومساعدة الجميع كما ذكرتم في التقرير درجة الحرارة لا زالت تترى ارتفاعا وماذا كله بسبب الاحتباس الحراري الذي تسبب به انبعاثات متوالية ومستمرة من أكثر من سبعة عقود من الغازات غازات الدفيئة التي تحبس الحرارة أن تنطلق وتنفذ إلى خارج كوكب الأرض فارتفعت درجة الحرارة لتسجل أيضا رقما قياسيا آخر لشهر يوليو 2023 وأيضا شهر أوغسط الذي نحن فيه الآن ما زال يسجل وينافس عام 2016 عندما كانت ظاهرة النينو شديدة ومرتفعة في موسمها الأخير الموسم الجديد الذي بدأ هذا العام في نهاية في بداية عام 2023 بدأت ظاهرة النينو في المحيطة الهادي بالنشاط وهذا أمر مؤتد ولها دورة معروفة لدى علماء المناخ لذلك قد نقول ونتوقع أن السنة الجاية سيتزامن الاحتباس الحراري الذي عشناه في تقريبا ساعة عقود مع ظاهرة النينو وهذه توقعات نسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون غير صحيحة ولكن الأرقام توقعات هي بالنهاية يا دكتور دعنا نعرف المشاهدين الآن عن هذه التقنية أو عفوا بأل نينو يعني هذا التيار حيث عرفها خبراء بأنها تيارات مائية تأتي محملة بالمياه الحارة من غرب المحيط الهادي إلى شرقه ما يسبب طفرات مناخية قوية السنة هذه يا دكتور عندنا موسم دائما مرتبط بالحر وهو موسم التمور والسنة هذه تأخر تقريبا عن موعدة يمكن 14 يوم تقريبا أو أكثر هل سبب التأخر يعني أنه درجات الحرارة هذا العام لم تكن درجات حرارة عالية أو غير متوقعة في السعودية تحدث نعم صدقت لاحظ المتابعون والمهتمون من شأن التمور أنها تأخرت لنحو أسبوعين وهذا أمر طبيعي لأن كل نبات ومنها النخيل التمور له معدلات وله درجة حرارة تراكمية إذا وصل لهذه الدرجة التراكمية نضج التمور ويبدأ تقريبا موسم طباخ التمور موسم طباخ التمور بدأ تقريبا من نهاية شهر يوليو لكن علميا التمور تحتاج ما بين 1200 درجة مئوية متراكمة تجميعية إلى تقريبا 3000 درجة مئوية وهذه الدرجات تسمى الدرجات التجميعية أو التراكمية التي من أجلها يعني ينضج التمور لذلك وبسبب برودة فصل الربيع الماضي وأيضا وجود الغيوم وكثرة الأمطار تأخر نضج التمور وهذا أمر قد يكون إيجابي تجاريا وأيضا زراعيا عندما يتأخر موسم قطف الثمار أو يمتد لفترة زمنية طويلة طيب العام 2023 حتى الآن ثالث أكثر الأعوام حرا على الإطلاق 99% سيحتل العام 2023 المرتبة الأولى بين الأعوام الخمسة الأكثر حرا على الإطلاق مع وجود احتمال بنسبة 50% أن يكون الأكثر حرا الإدارة الوطنية طبعا نقلا عنها الإدارة الوطنية المحيطات والغلاف الجوي في الولايات المتحدة هذه فقط معلومة لكن أنا دكتور أبا سأل عن شيء أيضا كذلك مهم مرتبط دائما في مواسم الحر ونهاية مواسم الحر التي تقريبا نعيشها الآن دائما نسمع عن نجم سهيل وعلاقة نجم سهيل بدخول الشتاء وانتهاء فصل الصيف على الرغم من أن هذا النجم يبعد عن الأرض تقريبا 300 مليون سنة ضوئية ما علاقة دائما بتغير التقسية هل له علاقة مباشرة كما ذكرت للتصحيح 300 سنة ضوئية أو ما بين 300 إلى 310 سنوات ضوئية بمعنى آخر أن هذا النجم أبعد من الشمس بـ 19 مليون مرة لا يوجد أي نجم من النجوم التي نشاهدها أو الأنواع أو الطوالع 28 وهي منازل القمر له تأثير على مناخ الأرض أو على الزراعة أو على الصحة أو على الحيوان أو على النبات فقط هناك نجم واحد وهو الشمس هو الذي بإذنه تعالى يؤثر على منظومة المناخ ويؤثر على منظومة الحياة البيئية على وجه الأرض ولكن سهيل كنجم من النجوم التي يهتدي بها العرب الأوائل زمنيا كما نؤقت في الساعة أو في التقويم ولا يسرى هناك أي أثر أو دخل أو تأثير لهذه النجوم على ما يجري على المناخ الكوكور أشكرك يا دكتور جزيل الشكر على كل هذه المعلومات والتفاصيل وجودك معي في نشاط الرابع من عنيزة نائب رئيس جمعية الطقسون مناخ الدكتور عبدالو مسند شكرا دكتور لمنطقة الدرع العربي في السعودية وتحديدا المحافظة الحناكية التي تحتضن منجم بلغة المنجم بدأ إنتاجه في عام 2003 يقع في منطقة المدينة تبلغ احتياطياته من خم الذهب القابل للتعديل 40 مليون طن وتعتبر منطقة الدرع العربي في السعودية واحدة من المناطق ذات احتياطيات الموارد المعدنية المتنوعة وذلك لما تملكه من احتياطيات معادن متنوعة مثل الذهب والنحاس والفضة وبالقرب من منجم بلغة في الدرع العربي معنا مراسل العربية هاني سفيان هاني مرحبا بك معي في نشرة الرابعة من الرياضة أنا معرف إذا قلت الاسم المنجم صحيح ولا لكن أنت تقدر تصحيح لي من أسبوع تقريبا وإنت تتجول في مناجم الذهب هاني ونقول ما شاء الله تبارك الله أولا والشيء الثاني قل لنا عن منطقة الدرع العربي عن أبرز حتى الموارد والثروات الموجودة أيضا كذلك فيها صحيح قبل أن نتحدث عن منطقة الدرع العربي نعم الاسم صحيح هو منجم بلغة وهو أحد المناجم الذي يتوفر فيه الذهب بأطنان كثيرة ولكن في البداية سأتحدث عن هذه المنطقة الشاسعة وهي منطقة الدرع العربي نعم لعلها منطقة صخرية صحراوية بعيدة ولكن تتركز فيها المعادن الفلزية بنسب كبيرة نتحدث عن معادن الذهب الفضة الزينك وكذلك أيضا معادن القزدير وكذلك أيضا معادن أخرى ما زالت تكتشف من خلال المسح الشامل الذي تقوم به وزارة الصناعة والثروة المعدنية اليوم طبعا نتحدث عن مساحة الدرع العربي الذي تتركز فيه هذه المعادن واليوم التي تعتبر ركيزة الثالثة بالنسبة الاستراتيجية السعودية نتحدث عن مساحة تجاوز الستمائة الستمائة وثلاثين ألف كيلومتر مربع أي نتحدث عن نسبة أو نسبة اثنين وثلاثين في المائة من مساحة السعودية يعني أنا قاعد أشوف خلفك في الصورة أكوام الصخور المطحونة ولونها أقرب إلى الرمادي إذا معرف إذا لها ارتباط أو لا يهاني بس يبدون كذلك صحيح نعم طبعا نايف الكل يعرف لون الذهب هذا هو الذهب الخام أتحدث الآن وهو هذا منجم بلغة الذي ينتج سنويا 11 مليون طن من الذهب الخام نتحدث عن هذه الأكوام وهذه الطبقات هي تزن أو تصل إلى أكثر من 11 مليون أو 11 مليون طن من الذهب الخام طبعا العملية هنا هي تسمى عملية الترشيح وهي ترشيح الأكوام لهذه الطبقات من الذهب الخام حيث يتم وضع مادة معالجة ويتم استخلاص مادة الذهب الخام التي تخرج بشكل سائل حيث يتم استخلاص 7 مليون طن من هذه الأكوام وكذلك الاستفادة من السائل أو عملية المعالجة يتم استخلاص سائل الذهب التي تذهب في مجرى معين وهي أحواض مائية تصل ساعتها إلى أكثر من 50 ألف متر مكعب هذا ماء الذهب يتحول بعد ذلك للمعالجة في مرحلة الأخيرة والتي بعدها تتم عملية المعالجة عبر كربونات وعبر جزئيات معينة في المصانع الموجودة في السعودية لتخرج بشكلها النهائي وهي سبيكة الذهب اليوم في السعودية عدة مناجم من الذهب زرنا مهد الذهب وكذلك اليوم بلغة وهناك أيضا مناجم أخرى في السعودية وكذلك أيضا زرنا معادن أخرى نتحدث عن جبل صايد للنحاس وأيضا البعيثة الألمنيوم أتحدث بشكل عام اليوم السعودية تركز في هذه الركيزة وأيضا في هذه الصناعة وعملية التصدير التي تقوم بها لهذه المعادن وكذلك أيضا هناك خطة مستقبلية لها بأن تكون هذه المواد الخام أيضا هي تكون بناتجها النهائي في مصانع متخصصة مثل ما هي مصانع الآن الموجودة بشكلها الكامل التي تقوم بصناعة الألمنيوم مثل مدينة رأس الخير الصناعية أشكرك جزيلا شكرا على كل هذه المعلومات التفاصيل الصورة أو الصورة الصورة التي نقلتها لنا من منجم بلغة في درع العربي مرسل العربي يهني صفيان شكرا جزيلا يهني العرب القدماء كانوا يسمون شهر صفر بشهر ناجر فما سبب هذه التسمية التفاصيل في تقويم عقد الزعك الشهر الثاني من شهور السنة الهجرية يسمى بشهر صفر وسمي صفرا لأن الديار كانت تصفر أي تخلو من قاطنيها بحثا عن المعيشة ومنه أخذ المثل العربي صفر اليدين أي ما معشي والصفر لا يحمل أي قيمة والعام يقولون صفر على الشمال أي انسفه والعرب القدماء كانوا يسمون شهر صفر بشهر ناجر لأن الإبل كانت تنجر فيه أي تشرب ماءا كثيرا من شدة العطش ليش؟ لأنه كان يقع في جمرة القيض هذا وقت التسمية وهو من الشهور التشاؤمية سئمت تكاليف الحياة ومن يعيش ثمانين حولا لا أبالك يسأمي رأيت المناية خبط عشواء من تصب تمته ومن تخطئ يعمر فيهرمي وشهري صفر لهذه السنة النص الأول امتدادا لموسم القويضة اللي هو آخر القيض وش معنى هذا؟ حرارة بالنهار ورطوبة عالية بالليل والرطوبة تسمى عند البعض بالومد وهو موسم الخامس البل تشكي الخامس ليل ومد نهارا شامس والنص الثاني اللي هو النص الأخير يبرد آخر الليل وتنكسر حدة شعاع الشمس النفس انكسرت كغصن أشجاري لا يجبر كسر فيها ألف أعذاري يا أيها المغرم المحب كن حذرا للكسر عاقبته أشد من ناري أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيزور هواي الأسبوع المقبل ذلك على خلفية حرائق الغربات التي اجتاحت الجزيرة وفاد البيت الأبيض في بيان أن بايدن سيلتقي خلال الزيارة التي حدد لها يوم الاثنين الناجين والمسؤولين الفيدراليين والمحليين في الجزيرة ينشغل العالم منذ نحو أسبوع بحرائق هواي وخاصة جزيرة ماوي وبلدة لهانيا وانشغل الأمريكيون بالرئيس بايدن حين كان في نزهة صيفية هنا ليس ذلك فحسب فالرئيس الأمريكي أثارت جدل في أول تصريح له عنها حين نسي اسمها نسيان بايدن للأسمة اعتاد عليه الأمريكيون فهذه ليست الزلة الأولى وهذه عندما نسي اسم ابنته زيارة مرتقبة لبايدن للجزيرة ومساعدات لم تلقرض الأمريكيين الرد على بايدن جاء قاسيا من عضو الكونغرس ميرجوري تايلر جرين حين هاجمته واتهمته بالاهتمام بأوكرانيا أكثر من الأمريكيين هذه المشاهد المرعبة أثارت غضب الشعب الأمريكي فرئيسهم لم يفكر بقطع عطلته حتى وكأنه يعيش في عالم آخر ليس هذا فقط رده للصحفين عن ماوي كان لا تعليق بلغ حجم حرائق الغابات في جزر الكناري بإسبانيا حوالي 130 هكتارا وفق تصريحات السلطات المحلية التي أكدت بدورها أن الهدف الرئيسي حاليا هو إبطاء تقدم النيران نحو المناطق المأهولة حتى تتمكن من إجلاء أكبر عدد ممكن من المواطنين قضية تحمل بين طياتها الإثارة والغموض مثل قاضي تجاوز عمره السبعين عاما أمام محكمة في لوس أنجليس الأمريكية بتهمة قتل زوجته البالغة من العمر 65 عاما برصاصة في الصدر داخل منزلها بمدينة أنهايم في مقاطعة أورانغ القاضي جيفري فيرغسون يقول من خلال محاميه أن القتل جاء عن طريق الخطأ حادثة خارجة عن المألوف لقاضي يقف في وجه القانون الذي كان يفرضه بنفسه جيفري فيرغسون قتل زوجته شيرل برصاصة في الصدر بدأ الشجار وفق الإدعاء داخل مطعم قرب لوس أنجليس بولاية كاليفورنيا هدد حينها جيفري زوجته بإماءة يد بدت وكأنه يوجه مسدسا نحوها واصل الزوجان مشاجرتهما في المنزل وقالت له شيرل حينها لما لا توجه مسدسا حقيقيا نحوي فما كان من جيفري إلا أن أخرج مسدسه من حافظة كان يثبتها على كاحله وأطلق النار عليها أوقف القاضي داخل منزله لتعثر الشرطة على 47 سلاحا و26 ألف رصاصة بحوزته مثل فرغسون أمام محكمة في لوس أنجليس وقال محاميه إن القتلى جاء عن طريق الخطأ ورغم الجريمة تم الإفراج عن القاضي بكفالة قدرها مليون دولار في امتظار محاكمة تبدأ في أكتوبر ختام الرابع دائما بأبرز عنوينها قصف روسي على أوديسا شهود عيان يرصدون لحظات القصف على ميناء في نهر الدانوب قبيل جولته الخليجية المبعوث الأمريكي لليمن يكشف للعربية عن أجدة الجولة والتطلعات لنتائجها متحور جديد من كورونا يثير القلق الكويت تعلن تسجيل أول إصابة وحجم الخطورة لا يزال ممهما والحرارة حديث العالم تحذير أممي من استمرار الموجات وتوقعات بدرجات أعلى العام المقبل جولة خاصة للعربية في أحد أكبر مناجم الذهاب بمنطقة الدرع العربي غربي السعودية الرابع انتهى شكرا لكارمي ولطف المتابعة نهاية الرابعة إلى اللقاء لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات اشتركوا في القناة